في ليل القرى الناعسة في أقصى اليمن وعلى مقربة من الحدود السعودية تتحول حياة الناس إلى جحيم فيخرج من بين الرماد صوت وجع الشهود هنا في قرية شليلة بمديرية حرفي حجة أحال قصف صاروخي حياة ثمانية مدنيين إلى جثامين جلهم نساء وأطفال فيما أصيب سبعة آخرون تم إسعافهم إلى أحد المشافي السعودية مجزرة مروعة تقول مصادر محلية إن أياد الحوثيين وراءها وإن القصف سبقته قذائف عدة استهدفت مدنيين في نفس المنطقة بالإضافة إلى غارات جوية للتحالف في وقت سابق ما يضرب مواقع المواقع ما يضربهاش المواقع عمامه يضرب المواطن في المكان وحلواتكين من نفسنا قلنا أن نعرفه أنه ما يضرب إلا مواطن وإلا مسكين عبر طريق قبل هذه المجزرة بأيام قليلة استيقظت مديرية حيران الخاضعة لسيطرة الشرعية على مجزرة مماثلة صار ضحيتها مدنيون بينهم طفل وذلك في قصف صاروخي استهدف سوق بني الحسين وهي سوق شعبية كان يتوافد إليها المواطنون البسطاء لشراء حاجياتهم الضرورية لكنه مع استمرار الهجمات العشوائية خلا من الباعة والمتسوقين حتى القيام صارت خاوية على عروشها وبقيت تضلل ما تبقى من حياة أناس يندبون حظهم في خاتمة العمر ويقرؤون على أطفالهم دعاء الخلاص هنا في حج والمناطق الحدودية لا يمر يوم دون ضحايا ودون أن تبعث عدسات الإعلام صورا لبسطاء يسلكون الرمال حفاة هربا من الموت المحمول على شكل قذيفة أو غارة جوية لكن هذه المجازر والصور لا تحرك في ضمير المجتمع الدولي الشاهد على مأساتهم سوى ديدا الإدانة والدعوة لضبط النفس وقول ما لا يسكت مدفعا ولا يغني من جوع